وعلى الأسواني خد النهاردة آفة معتبر خد النهاردة ألمين معتبرين فورين بوليسي مجلة شهيرة أهانت على الأسواني إيه اللي حصل عمل إيه على الأسواني قاله له بص بقولك إيه إنت راجل مليكش كده شكلك مليكش مبدأ زي عمله مقال كاتب واحدة مدنش فارق بيقول في المجلة إن على الأسواني لا تعرف ما الذي يقاتل من أجله الراجل ده مش عارفين هو شغال إيه هو بيعمل إيه هو مع الإخوان ولا ضد الإخوان هو مع مرسي ولا ضد مرسي هو مع الحركة الديمقراطية الديمقراطية الحل ولا مع الإسلام والحل المجلة بتقول عن طريق الكاتب احترنا فيه بنرأي بأداءه من 2011 ومقالاته كانت فيه صحيفة الدستور والشروق في هذا التوقيت وإلى الآن مش عارفين هو الراجل ده مع مين ضد مين ومن بإيه ومعه إيه هذا المقال أدعوكم لقرأته في فرن بولسي بيقول لك عادل يرتدي الوشاح الثوري ولا يؤمن بالديمقراطية كشفوا حتى الغرب كشفوا تلون على الأسوان على الأسوان ده والله يا جماعة والله أنا كنت أتخيل أنه راجل عنده قدر من الأدب والتأدب يعني الكتابات الأدبية يعني وكنت أتخيل أنه عنده قدر من المصرية ولاد البلد الجدعان لغاية ما قرأت بعض مما كتبه في رواية كأنه جمهورية كأنه جمهورية كأنه أنا متخيل لقيته عامل للإهداء اللي زوجته وبنتينه أو وعياله يعني فأنا أتكلم بقول يا عمي أتحدى أنك أنت عيالك يقرر هذا الكلام لقيته عامل للإهداء لعياله فالدنيا يعني كلها طبيق ربنا يعفينا ويعفيكم ده إحنا فيه مواسير مجالة فتحة علينا يا جماعة من 2011 ربنا يعني إحنا فعلا أكبر مشكلة في ناصر مشكلة الصرف الصح صرف الصحي بجد لأنه ضارب صرف الصحي ضارب بيطلع من هنا أصوات وبيطلع من هنا تصريحات وبيطلع من هنا مقالات وحوق إنسان ومش عارف إيه ويا ربي على ما جرى في هذا البلد 2011 وحتى الآن هذه الأصوات الكريمة